أجمل أسماء الأولاد لسنة 2024 هي أسماء جميلة جدا ستتمنى أن يكون لك ولد أو حفيذ يحمل أحد هذه الأسماء تابع معنا الفيديو للتعرف عليه ولكن قبل أن نبدأ رجاء اضغط على زر الإعجاب للفيديو وشاركه ليستفيد منه غيرك فالدال لعل خير كفا إليه يقول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالأطفال كما وصفهم الله تعالى زينة الحياة الدنيا فهم بسمة الغدي وأجمل هدية قد يرزقها الله تعالى الأبوين بعد انتظار طويل وكثير من الأباء يحترون حين يصلون إلى المرحلة التي سيسمون بها أبناءهم الضكور ولذلك سندكر لكم في هذا الفيديو أجمل الأسماء وأحدثها أولا ريان وهو كثير اللحم السمين ويعني كذلك الغصن الأخضر والشارب حتى الارتواء ثانيا ركان من الثبات والهدوء والوقار ويلفض راكان أيضا ثالثا مهاب وهو دل هيبة والوقار رابعا بسيل وهو الشخص المقدام خامسا أصيل وهو ذو الأصالة سادسا أجود وهو الأفضل والأشد كرما بين الناس سابعا أهمام وهو الشجاع أو السخي أو عظيم الهمة ومن أسماء كذلك فيض وهو كثير العطاء ومنها إيهاب وهو إعداد الشيء ووهبه لشخص ما ومنها كذلك عباد وهو كثير العبادة ومن الأسماء وسيم وهو الجميل الأنيق ومن الأسماء كذلك آزاد وهو الشخص الحر أو الطلق ومن أسماء الذكور خارد وهو طويل العمر ومن أجمل أسماء الذكور أمين المؤتمن الموثوق به ومنها أمير وهو ما يتولى أمر القوم ومنها كذلك كريم وهو الرجل الزاهي غير البخير ومنها كذلك سامر وهو المتحدث ليلا ومنها معاذ وهو الشخص الذي يحميه الله ومنها عامر ذو العمر الطويل ومنها عمار عمار الدار أي بناها ومن أسماء الأولاد كاظم الذي يحبس نفسه عند الغضب ويمسك علامة في نفسه من ثورة ومن الأسماء ساجي وهو الساكن الهادئ الذي يعرف بلينه ومنها بسام كثير ابتسامة ومنها مهند نوع من أنواع السيوف ومنها فارس أي المحارب والماهر في ركوب الخيل ومنها لؤي تعني الإبطاء والإحتباس ومنها عنان وهو السحاب المرتفع ومنها زياد وهو النمو والعطاء ومنها كذلك إياس معناه الذئب ويعني العطاء ومن أسماء الذكور كذلك إلياس وهو المنقطع للعبادة ومن أسماء الذكور كذلك بهاء وهو الجمال ومن أسماء الذكور كذلك تامر وتعني كثير الرزق ومنها صالح وتعني المؤمن الصالح جابر أصلح الكسر والتعويض عن الفقد رامي هو كوكب من الكواكب شادي المغرد المنشد صابر يعني التحمل قيس أتعني القوة والشدة مراد الطلب والمقصد أرغد الخصيب الأكثر سعة وهناء وأصل الإسم عربي أركان معناه أشرف القوم وساداتهم وهو يحمل صفات القوة والعظم والعزة صفوان تعني صخر أملس طاهر التقي الشريف غسان حدة الشبب أدهم ما يشبه السواد جاد أتاب الجيد أو المعطي حاتم القاضي أو الحاكم سهيل وهو نجم سراج المنير منصف تعني عادل زاهر تعني الصافي المشرق زيدان وتعني الدائم النماء والزيادة أيهم أهو الولد البار ثابت دائم ومستقيم لا يتغير أشرف صاحب شرف أيمن المبارك ردوان يعني الرضا والقبول والقناعة حازم مأخود من كلمة حزم أي ضبط الأمور والجدية والشدة فيها كان هذا مختصرا لأجمل أسماء الظقول لسنة 2024 ميلادية شاركوها مع أصدقائكم لعله يستفيد منها أحدهم ويكون لكم بذلك أجر الدال لألخير كفاعله واتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر يقولوا عليه الصلاة والسلام أولى الناس بيوم القيام أكثرهم على يسرة فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالوا شفاعته يوم القيام بإذن الله تبارك وتعالى ضمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته